السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقان العزاء الأخبار عاملين هي كل حل بسم الله الرحمن الرحيم حنبدأ مع بعض محضرتنا النهاردة مع الجزء التاني من Strategic Management احنا ابتدينا مع بعض في الجزء الخاص به Strategic Management وكملنا يعني البروزس الخاصة بال Strategic Management لسه فيه أجزاء حنشرحها النهاردة فحنعمل ريفيو سريع اللي احنا قلناه ونشرح الأجزاء الجديدة ان شاء الله تعالى النهاردة فحن المحاضرة اللي فاتت بالكامل كنا في Strategic Management Process هنخلص الأجزاء المتبقية في Strategic Management Process وبعد كان نتكلم على Decision Making Process هنتكلم على Planning وهنتكلم على Fundamental of Organization وكان معنا assignment خفيف كده على Balanced Scorecard فإن شاء الله تعالى نشوف الزملاء يعني عملوا ايه في الأ assignment ونتين نتناقش مع بعض في Balanced Scorecard على التوازي بعتلكم كانت زملاء طلبوا المحاضرة الأخيرة انهم عايزين سامبل من شكل الامتحان فأنا بعتلكم سامبل من زميلكم الدفعة السابقة بحيث انت يعني في ال Review تبص على الامتحان وفي نفس الوقت تبقى انت متوقع شكل الأسئلة بتبقى عاملة ازاي في سواء Case Study أو لو جالك True False أو MCQ أو Say Questions الأسئلة المقالية بتبقى انت يعني متخيل الدنيا بتبقى رايحة فين فده سريعا بالنسبة لنا طيب احنا ابتدينا فين؟ احنا ابتدينا المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عرفنا بعض التعريفات اتكلمنا يعني goal يعني plan اتكلمنا مع بعض يعني strategy اتكلمنا مع بعض في بعض definitions اللي خاصة بي اتكلمنا مع بعض في أنواع الخطط اتكلمنا مع بعض في الاسواء analysis اتكلمنا مع بعض في value proposition اتكلمنا مع بعض في business canvas model يعني ادينا بعض الموضوعات اللطيفة والنهاردة هنكمل فعرفنا عني goal and plan احنا ليه بنعمل goal and plans اتكلمنا على الهيكل التنظيمي داخل مؤسسة اتكلمنا على الإدارة العليا والإدارة الوسطى والإدارة الصف الأول اتكلمنا على strategic goals and plans tactical goals and plans operational goals and plans قلنا لنا كل منزل من فوق لتحت كل ما ال duration تقل والتفاصيل تزيد كل ما اطلع من تحت الفوق كل ما ال duration تزيد والتفاصيل تقل كلمنا على mission statement كلمنا على vision statement ادينا أمثلة كلمنا كذلك على internal messages داخل مؤسسة في صورة لوائح قوانين في صورة motivation guidelines كلمنا على smart goals وقلنا يعني smart specific measurable achievable realistic and time bounded وشرحنا الكلام ده بالتفصيل بعد كده خدنا break ورجعنا بعد ال break كلمنا على strategic management model نكلمنا بالتفاصيل على analysis stages الخمس مراحل خاصين بالتحليلات الاستراتيجية قلنا المرحلة الاولى where are we now والمرحلة التالية where do you want to be قلنا المرحلة how might we get there which way which way which way which way is Zina 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 والإدارة الاستراتيجية بتمر بالتلات مراحل أساسية المرحلة الأولى صياغة الاستراتيجية المرحلة التانية تنفيذ الاستراتيجية المرحلة التالتة والأخيرة تقييم الاستراتيجية فمسكنا كل مرحلة من الثلاثة كلمنا عنها بشيء من التفصيل قلنا يعني استراجي فورميوليشن يعني develop mission and division يعني external audit عشان نطلع يعني internal audit عشان نطلع الـ S و الـ W عملنا mission and vision عملنا صفات analysis طلعنا بعد كده بlong term objectives أهداف طويلة المدى عدنا نكسرها لغاية لما وصلنا ليه أهداف مرحلية وصلنا الأهداف على مستوى القطاعات أهداف على مستوى الأقسام عملنا خطط فرعية سواء على مستوى الأقسام أو على مستوى القطاعات بعد كده generate evaluate and select strategies على مستوى الشركة وصلنا في مرحلة اللي أنا اخترت استراتيجية نبتدي ننفذ الاستراتيجية ننفذ الخطط الفرعية سواء الـ HR plan الـ marketing plan الـ operational plan وقلنا أثناء التنفيذ بيطلع عندي management issues مشاكل خاصة بالتنفيذ وده دوري بقى فيه الـ strategy evaluation أبتدي أقيم أداة المؤسسة وفي نفس الوقت أبتدي أشوف يا طرح أنا ماشي مع الـ plan ولا محتاج أخذ corrective action أو محتاج أخذ preventive action and so on فده سريع عن الكلام اللي احنا قلنا المحاضرة اللي فات strategy formulation والإصفات analysis كلمنا عنه بالتفصيل المحاضرة اللي فات وخدنا أمثلة تحليلية التنفيذ الاستراتيجيات وأخيرا التنفيذ الاستراتيجيات وإخيرا وقفلنا الموضوع بالـ business canvas model وصلنا لغاية الـ slide ده ما شرحناهوش أو هنبتدي نشرح من أول slide ده حد عنده أي سؤال في اللي فات حد عنده أي سؤال في اللي فات وإحنا يا دكتور بصراحة طيب أستغذينكم بس اللي عايز يسأل سؤال raise hand وحنديله المايك أنا بس كنحيا أوكي اللي عايز سؤال raise hand وهندي هندي المايك اتفضلي يا أستاذ ولا اتفضلي بشمال بس أنا بس يا دكتور معليش هو أنت حريك قلت إن حريك شرحت الـ business canvas model أنا بس أنا آخر حاجة كبايها كانت بتاع strategy والimplementation والevaluation فأنا بس مش عارفة كون آخر المحاضرة بس لو ما كانش معايا ولا إي الدنيا مش عارفة إحنا ما كلمناش على التسع اللي خاصة بالـ business model canvas حد حضر معنا المحاضرة الأخيرة طيالك كلمنا عنهم وحضرك قلت حتى بيجوا في الامتحان ولازم نتطبقهم التسع لا أنا مش أنا ما كلمت وفي حاجتين تسع عشان نطلق بطوش إحنا قلنا لما بيجي أكتبها في تسع بأخد بالي منها وأنا بكتب وقلنا الـ business canvas model كلمنا على التسع حاجات أنا بسألكم عشانا بدارس لجروب تاني يوم الأربع وفي نفس حتى أنا عارف كان فيه مشكلة في الـ connection آخر محاضرة فمي بي نكون I think لا يا دكتور لأن أنا باخد معك نوتس فيمكن حد يأكد من المشار أحنا خدنا بس خدناها بسرعة يعني وكمان كان عندينا مشاكل كمان الانترنت كان قاطع فحتى ما عداش نشرحها يعني بس ملاش كويس صح؟ هي تعطيها كتيرة وما خدناش بشكل مصدود حتى حاجة بتخصي كده ممكن المرة الجاء نتكلم فيها طيب خلاص ما عنديش مشكلة نتكلم معنا إبانا وكال زميلكم يوم الأربع وهتلاقي على يعني على الفيديو زيناها رفعها اليوتيوب أنا طبعا سجلت المحاضرة الأخيرة مع زميلكم يوم الأربع كانت الانترنت الافضل معهم والصوت كان أوضح فسجلت زميلكم يوم الأربع ورفعتها حتى يوم الأربع الماضي لو حضراتكم يعني مراجعين أو حاجة بعد تعالى طول فهم يس ها فعني الشرح هتلاقي موجود بس أنا حعيد شرحها ليكم عشان تبقوا زيكم زي زميلكم بالضبط بالنسبة للمواد اللي بتتدرس يعني فنبص مع بعض على البزنس كانفس مواضي وهو موضوع بسيط مش ياخد معنا خمس دقائق يعني الموضوع مش قصة يعني بس نبص عليه سوا مش سؤالي دكتور تاني بعد إذنك برضو زي حضرتك عامل إيه أنا أنا مش باز إسلام زي حكو شانز الحمد لله حقيقة كنت قلت دلوقتي احنا قلنا في تسع حاجات بنكبرها واحنا بنعمل المشلين ستيتمنت عن الحقيقة مش متذكر الجزء ده انا مش عارف هو دي سقطت مننا ولا لا فكر يا دكتور بس التسعة كانوا كان بس دول كان سريع لا يعني احنا قلنا ده ولا أمنا بسألكوا يا شباب انت قلوا لي احنا شوفنا دي مورك فاتت خعلا وهايك كنت بتقولها برضو كان الصوت مش يعني بس أنا فكر ان احنا عدينا عليها كده وقلنا ان احنا ايه ممكن ناخدها تاني بس لو لو يبقى الكونيكشن ده بس لو حد يأكد علينا بس هرهايك ممكن بس قلو لنا او ان هو تقال فانا هحاول طيب ما فيش مشكلة هراجع على البزنس كامفاس مودل وبعدها نرجع على مش هنستتمن نتكلم على التسع المنس بتاعتها نفيش مشكلة طيب في حد سؤال تاني يا شباب السؤال بس عايش يا دكتور انا اسف طبع احنا بريكورد صح المحاضة ديت صح بحمل الله بإذن الله اه لا انا براح احتياطي بريكورد الحد والاربع وفي الاخر بشوف الجودة بتاعتها افضل برفعها اونلاين ده المصلحتكم كلنا يعني مرة في حد كان عندنا صوتة وكان فيه مشكلة في الكوننكتيفتي بزرع خلاني سجلت مع زمالكم الاربع ورفعت محاضرة الاربع فبرضو يعني في حالة لو المحاضرة بتاعتنا لغاية اخر المحاضرة مفيش مشكلة ان شاء الله في الكوننكتيفتي والصوت واضح والدنيا واضحة ممكن نرفع النهاردة محاضرتنا او نرفع الاربع يعني في الاخر نفس الكنتكست يعني انا بتكلم نفس الكلام نفس المحاضرة حد بعيدة مرة الثانية يوم الاربع عشان كده اقول لكم انكس لو حد فاتيته محاضرة لأي سبب يحضر معنا الاربع نفس الرابط ونفس المحاضرة ونفس المادة العلمية ونفس كل حاجة يعني طبعا مش عايزة اخد الوقت المحاضرة بتروع بس بس هو احنا يفضل محاضرتنا للفع يعني انكس لو قد لها في حاجة في connection بتاع اه ساعتها ممكن اه بس خلي يعني محاضرتنا ما هي برضو يعني برضو يوم الاربع من حقهم وما كمان تطرفها المحاضرة ما فيش مشاجة دكتور حاجة ممكن تدينا محاضرتنا احنا ناخدها اوكي وهم ومحاضرتهم محاضرتهم محاضرت وتاخدوها هما ما هي يا شباب انا برضو ارجع مرة تانية مدم نفس الكلام بقوله الحد بقوله الاربع ايه الحكمة اللي انا اسجله مرتين وارفعه مرتين على اليوتيوب يعني مش عايزة محاضرة شو احنا على اليوتيوب حاجة مكتبعة تماما احنا نبص يعني ابعته ازاي شباب انا دلوقتي بسجل انلاين بتحط عندي على الكمبيوتر الملف نفسه ببقى جيجا وكسر يعني يعني مورد بقى جيجا يعني ابعته ازاي نفس الكونتينت المحتوى بتاع يوم الاربع طب 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 احنا برضو ماش خلاص ماشي بس حكي كي عشان برضو يعني احنا برضو عندنا ممكن حد عنده حد معانا برضو مهندس معانا الاثوريتي ان هو يسجل فحيك بس عايز ان ناخد مشكلة الحبي بيسجل يسجل يعشان اه ماديش مشكلة خالص طب تمام يعني حتى لو في ريكوست بعتهولي وانا دي له برميشن لو يسجل لو عايز يسجل من برنامج زوم لو عنده كامتازي او اي صوفتور تاني عايز يسجل بي يعني فيه طريق الشرح ناخد عليها اصود وكمان اسئلة نحن سألها يا واحد طبعا طريق الشرح مش يا دكتور شباب ما هي اياها انتو طريق الشرح بتعتمد على المادة العلمية واحد واحد بدا من المادة العلمية واحدة والدكتور واحد يبقى كده طريق الشرح واحدة اللي حاولي تابع اسئلة الطلبة ده اللي هيختلف بزرد اسئلة الطلبة فالاسئلة ممكن حدد تدي اسك برميشن طيب ما عنديش مشكلة ابعتيلي برميشن وانا حديك هو انا باقي تدوس ريكورد ابتعالي دي حاجة تبي بروفايدد من حضراتك يقول لي بليز اسك زهوست تجيب يو برميشن تريكورد لا مش عارف فين عبشون سيمان طيب انا نحاسي حنا هندخل في الموضية فراعية ونضيع وقت المخاضر شباب شباب تاني نفس المادة العلمية نفس الدكتور نفس كل حاجة فما تشغلوش بالكم بأي تفاصيل عشان بس ما نضيعش وقت المحاضرة في كلام الفاضي خلينا بس مركزين دلوقتي احنا عندنا الاهم الهام لسه عندنا المنهج مخلصش وحنعيد تاني الحاجات اللي احنا قلناها مرفات نتيجة ان الكنيكشن كان بطيء فخلينا في الوقتي الحاجات التانية دي حنضيع بيا وقت على الفاضي واضح شباب طيب نبدأ بس محاضرتنا هارجع بس افل مايكش عشان نبدأ تاني احنا كلمنا مع بعض المحاضرة التي فات وحنراجع مرة تانية على البيزنس موضي الكنفاس وهتكلم مرة تانية على المشن ستيتمنت والألمنت بتاعة المشن ستيتمنت احنا قلنا مع بعض اللي انا عندي تسع حاجات لازم اخد بالي منها وانا بعمل البيزنس موضي الكنفاس ايه هو التسع حاجات دول الكاستمرز الكاستمر الريلاشنشيبز التسع حاجات ايه هما التسع حاجات بونتها البساطة لما اجي اعمل بزنس موضي ندخل مثلا انا هعمل نيو بزنس هعمل شركة جديدة هعمل مشروع جديد فانا بفكر في التسع حاجات دول التسع حاجات دول بالنسبة لي حاجات اساسية لازم اخد بالي منها ايه هما التسع حاجات رقم واحد الكاستمرز دايما بنقول الشركة عبارة عن كاستمر دريفن ارجانيزيشن يعني كاستمر دريفن ارجانيزيشن يعني الشركة في واقع الامر بتبقى اللي بيسقها العميل يعني 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 كان العميل هو اساس البزنس لو انا مش عارف قلب بطلبات العميل يبقى انا اقفل البزنس بتاعي افضل وطبعا باشي بتكلم على عميل بعين وانا بكلم على الفئة المستهدفة او الtarget سيجماند اللي انا بخاطبها فلو انا بخاطب ابلس من العملة على سبيل المسال والمنتج بتاعي لا يرقى للابلس من العملة فالابلس من العملة ما بيشتريش المنتج بتاعي يبقى انت عندك مشكلة اللي انت محتاج تعمل اوبديت للمنتج او محتاج تصرف اكتر على محتاج تحسن من جودة المنتج محتاج تحسن من الخدمات المضافة للمنتج ليه عشان العميل كلاس ايه من العملة او ايه بلاس محتاج ليفل معين من الجودة محتاج ليفل معين من الخدمات نفس القصة بالزبط العكس لو انا مسلا بخاطب كلاس دي من العملة او كلاس زد من العملة طيب كلاس زد من العملة اهم حاجة عنده البيت فلو انت بتقدم له منتج المنتج ده الجودة بتاعته نسبيا عالية ولكن السعر غالي فطبيعا ان العميل مش هيرضى يشتري مش عشان وحش عشان هو برايس سينستب نوت كوالتي سينستب فعشان كده الستارتنج بوينت عادة في البزنس موديل لازم تحدد مين هما الكاستمرز اللي انت عايز تقدم لهم المنتج او الخدمة خدها قاعدة عامة مفيش حد بيبيع لكل الناس يعني لازم يبقى ليه فئة معينة انت بتبيع لها اي منتج اي منتج لازم فيه فئة معينة اللي بتشتري المنتج ده بما فيها حتى المنتجات العادية مثلا لو بكلم على بيبسي على سبيل المسال فيه ناس بتعمل دايت وما بتشعبش بيبسي فبكلم على شيبسي ودوريتوس والحتى الحاجات فيه بعض الناس ما بتاكلش الكلام ده عشان بالنسبة لهم ده انهيلثي وبالتالي اي منتج في الدنيا فيه فئة معينة تشتريه وفيه فئة معينة مش هتشتريه فلازم تبقى انت مقتنع بكده لو احنا مثلا نتكلم على الان بي اي بروجرام كلام جميل جدا وحاجة فوق الرائعة ولكن مثلا طالب سنوية عامة مش هيبقى انتريستت في الان بي اي ولا عصلا هيبقى اللي ياخد الان بي اي الراجل اللي عنده سبعين سنة مش هيبقى انتريستت في الان بي اي فهمينها مع ان الان بي اي حاجة في منتهى الجمال والرواع ولكن برضو فيه فئة معينة هي اللي هتبقى مهتمية تسمع الكلام الحلو اللي احنا بنشرحه وفيه فئة تانية خالص على النقيد مش فارق معا الان بي اي بكل تفاصيلها فانت لازم تحدد هو مين الكاستمرز اللي انت عايز تبيعه للمنتج او عايز تقدمه الخدمة اللي انت حابب تقدمه طيب الكاستمر ده ممكن يبقى افراد ممكن يبقى شركات ممكن يبقى جهات حكومية ففيه بعض الشركات شغالة بي تو سي بيبيع لي الاند يوزر مباشرة فيه بعض الشركات شغالة بي تو بي ولا بيزنس ولا جوفرنت فلو انت مثلا بتستهدف حكومات او جهات حكومية فانت لازم بقى تتابع المنقصات اللي الجهة الحكومية بتبعتها لازم تمفهام كويس قوي ازاي الشروط اللي لازم يعني تشتغل عليها عشان خاطر تبقى يليجابول تدخل منقصة يعني لازم يكون مثلا ليك سجل تجاري بطاقة ضربية لازم يكون ليك مثلا على سبيل المثال اقرار ضريبي عن السنوات اللي فاتت على حسب يعني الشروط بتاعة المنقصة وانت في الاخر بلتزم بيها عشان تبيع في الحكومة طيب يبقى ده هناخد في التسويق بالتفصيل بإذن الله تعالى لما تدرسوا مادة التسويق هتاخدوا موضوع مهم جدا اسمه سيجمينتيشن سيجمينتيشن معناها ايه معناها تقسيم السوق لشرائح واستهداف شريحة او اكثر يبقى انا الماركت اللي عندي مثلا مصر جمهورية مصر اربية فيها ميت مليون نسمة طبيعي اللي انا مشابيع للميت مليون كلهم ده انا لو بعت مثلا لواحد في المية يبقى حاجة حلووي تخيل واحد في المية من ميت مليون انت بتكلم لمليون ده حاجة رائعة فانا لو وصلت بس الواحد في المية من الميت مليون ده انا بقى كده برينس يعني يبقى انت كده مكسر الدنيا ومن هنا امتدى نفكر بقى فانتا انا طبيعي اللي انا مشابيع للميت مليون يبقى انا عايز اقسم السوق لسيجمنت وابتدي اركز على سيجمنت هي دي اللي انا عايز ابتدي انزل فيها بتقلي وعايز اشتغل فيها بقوة عشان هي السيجمنت دي اللي حجيبلي عملة فالطريقة السيجمنتشن هندرس كلام ده في التسويق بالتفصيل بس انا حنمر عليه مرور الكرام ممكن نعمل السيجمنتشن اكوردنج ممكن نعمل السيجمنتشن على سبيل المثال هتلاقي حاجات كتيرة ممكن نعمل لها يعني هديكم مثلا مثال انت المنتج بتاك بيبيع في انا منطقة فلو انت مثلا بيبيع في منطقة معينة يبقى انت ممكن تعمل يعني على سبيل المثال اكاديمية البحرية بغض النظر عن قبل ما نعمل احنا كان المفترض عندنا خمس ست سبع فروع متوزعين على مستوى الجمهورية فطبيعي اللي احنا كنا كل فرع بيعمل ماركتنج لمناطق الجغرافية اللي حواليه فاحنا مثلا قرية زكية طبيعي ان العميل بتاع المينيا مش هيجي يدرس في القرية الزكية عشان بعيد عليه مش ماقوله هيسافر من المينيا للقاهرة عشان يجي يحضر معي في القرية الزكية بس هو اقرب له الفرع بتاع جنوب الوادي على سبيل المثال وبالتالي يبقى انا انا كالقرية الزكية انا بركز على مين الناس اللي سكنة في اكتوبر الناس اللي سكنة في الطريقة برواش الناس اللي سكنة في الشيخ زايد الناس اللي سكنة في المتميز الناس اللي سكنة في الهرم الناس اللي سكنة في فيصل دول قريبين يجو لي الفرع بتاع القرية الزكية ولكن على التوازي الراجل اللي سكن في الإسماعيلية الراجل اللي سكن في على سبيل المثال المينيا فده مش هيجيلي قرية زكية عشان مشوار عليه بعيد عليه فهمنا يبقى انت بتقدم خدمة وخدمة جيدة جدا وعلى اعلى درجة من الاحترافية ولكن انت برضو عندك قيود ان انت بتستهدف فقط الناس اللي سكنين حواليك طب بعد ما عملنا الانلاين بعد ما عملنا الانلاين ده بقى افضل نسبيا انه ممكن حد سكن مثلا في الرحاب التجمع الخامس سكن في شيرتون يجي درس عندي انلاين بما ان احنا المحاضرات كلها انلاين وكلها يعني بلند مود يعني او بنقدم التعليم سواء اونلاين او اوفلاين ولكن ده سهل شوية علينا حتة المسافات فموك يكون ده بالنسبة لنا احنا opportunity كان لو انا بكلم بقى بلغة الاكاديمية البحرية اللي انا بتدي انتشر جغرافيا اسرع اللي انا بتدي اوصل ليه ناس كان صعب عليها اوصل لها قبل اه كورونا على سبيل مثال وحيوفر علي كمان بدلا بقول شوية افتح فروع جديدة بان انا بقدم الخدمة اونلاين فدي ميزة وميزة تانية كمان اللي انا ما بقاش عندي اللي موجود زمان يعني زمان كان عندنا ماكسمام مثلا عشرين طالب في كل جروب ليه عشان نلقاها يعني الاستعاب بتاع الطلبة دلوقتي ممكن نفتحها نسبيا ممكن يدخل معنا خمسة عشرين تلاتين على حسب يعني فأصد ان انت عندك مميزات حتكتسبها من الانلاين دي ما كنتش انت عارفها او ما كنتش عارف يعني انت تقتنسها الاول فانت بتحدد مين الفئة المستهدفة دي ستيب نمبر وان ستيب نمبر تو طب الناس دي هتدير علاقتك بهم ازاي يا طرح يكون عندك كول سنتر يا طرح يكون عندك مسلا ويبسايت بتقدم لهم خدمات اونلاين يا طرح يكون عندك مسلا مندوب مبيعات بيروح للناس دي ويقدم لهم الخدمة وبيتواصل معاهم يا طرح يكون عندك مسلا قسم خاص بالشكاوة لو الموظف عنده او لو الكاستمر عنده مشكلة بيبعتلك وترد عليه وتحل مشكلته يا طرح يكون عندك على سبيل المثال مثلا ايميل معاين الناس تتواصل من خلاله او هوتلاين الناس تتصل بيك كل دي كلها عشان اقوي علاقتي بالكاستمر عشان ادير علاقتي بالكاستمر طب يعني يه كاستمر ريليشنشيب كاستمر ريليشنشيب معناها ادارة العلاقات مع العملة فيطلع لنا بقى الناس بتوع التسوية ولك فيها حاجة اسمها CRM CRM يعني كاستمر ريليشنشيب مانجمنت يعني ادارة العلاقات مع العملة وبالتالي ممكن يكون فيه عندي قسم كامل خاص بإدارة العلاقات ممكن عندي مثلا ناس public relations PR يخدموا على العملاء ممكن عندي فيه ناس CR أو customer relations يخدموا على العملاء ممكن يكون فيه حد بيسمع شكاوي العملاء الناس بتكتب مقترحات العملاء الناس بتحاول تساعد العميل اللي هو يعني ياخد خدمة أفضل أو يقلل التكاليف أو يحسن الجود وهكذا فهينا بتتكلم على ال customer relationship طيب العميل محتاج إيه؟ محتاج services services هي key activities key activities بقى يعني المنتجات والخدمات والحاجات اللي انت بتقدمها العميل فممكن تبقى انت مصنع بتطلع منتج ممكن تبقى انت زي الاكاديمية البحرية بتقدم خدمة فايه key activities اللي انت هتديها للعميل يبقى تاني يبقى عندي customers customer relationships عندي key activities عندي كمان key resources الموارد الرئيسية جوه الشركة بتاعتك أو المؤسسة فانو خدنا مثلا المثال على الاكاديمية البحرية لكن ما البحرية عنده human resources ممثلة فيه استادة عضاهي التدريس ممثلة فيه مثلا الناس الخاصة بالحسابات المشتريات المخازن الموظفين اللي داخل المكان سواء كانوا دكاترة أو أعضاهي التدريس أو ناس external ناس جايين من برا الجامعة مثلا منتدبين أعضاهي التدريس أو ناس على يعني على ال payroll بتاع الاكاديمية أو موظفين في الاكاديمية سواء كانوا دكاترة أو معيدين أو أسادزة فكل ده بالنسبة لي اسمه human resources طيب مين تاني عندي؟ عندي مثلا capital رسمال عندي مثلا أجهزة آلات معدات machinery, equipment, components كل دي كلها تعتبر resources عندي مثلا inventory عندي warehouses كل دي كلها يعني key resources وبالتالي لما قولك key resources الموارد الرئيسية اللي انت هتعتمد عليها فلو خدنا تلكم Egypt على سبيل المسال عندي servers عندي centralات عندي كابلات عندي مثلا آآ يعني أجهزة آلات معدات infrastructure سواء wired أو wireless كل دي كلها تحت key resources على سبيل المسال طيب مين هما الكي partners بتوعت؟ كلمة partner معناها شريك نجاح الpartner ممكن يبقى supplier ممكن يبقى distributor ممكن يبقى retailer ممكن يبقى على سبيل المسال يعني مثلا حد بيدلك صفحة الفيسبوك حد marketing agency مثلا بيعملك أعلانات في التلفزيون كل دول اسمهم key partners فالkey partners يعني شركاء النجاح آآ مين مثلا نبص عليه تاني كلمنا على نحط بس market عشان نبعارفين يبقى احنا كلمنا على customers على سبيل المسال كلمنا على customer relationships كلمنا على value proposition لا لسه مقلناش value proposition كلمنا على key activities مقلناش value proposition نخطب ناسم yes yes value proposition معناها إيه القيمة اللي انت هتخطها في المنتج أو الخدمة بتاعتك بحيث العميل يشتري منك انت وماشتريش من المنافس يعني لو خدنا عاسميه المسال شركة وي شركة وي مش هي mobile operators الوحيد اللي في الماركت في عندي ثلاثة غيرها طب ايه value proposition اللي هتمتاز به شركة وي versus others فده اللي احنا بنكلم يبقى كلمة value proposition القيمة او value added services على سبيل المسال القيمة المضافة اللي انت هتديها للعميل تميزك عن الباقيين بحيث مش انت مش موجود في الماركت لوحدك انت مش مونوبلي الماركت فيه fair competition وعندك فيه شركات تانية وعندك فيه فانت قيل حاجة اللي هتديها للعميل بحيث العميل يجي لك انت وما يروحش للباقيين value proposition القنوات القنوات الترويجية او القنوات التوزيع اللي من خلالها هتوصل المنتج بتاعك للعميل فنتخيل مثلا ان شركة امازون بتقدم خدمة الخدمة دي لناس تشتري اونلاين طب انت اشتريت منتج اونلاين بكون مثلا متعاقد مع فيديكس اراميكس DHL اي شركة من شركات الشحن والتفريغ تاخد المنتج من امازون مثلا او من اعرب يعني partner لامازون ونبعت لي العميل على سبيل مثال ممكن الشركة يكون عندها قسطول سيارات fleet management system وعندها خدمة التوزيع عندها شركة التوزيع خاصة لحسابها هي او ممكن هي بتتعاقد مع partner بيعمل لها خدمات النقل والتوزيع ماشي يبقى كلمة channels يقصد بيها ايه يقصد بيها حاجتين communications channels ادوات التواصل او قنوات التواصل اللي انا من خلالها حوصل للعميل ويقصد كذلك distribution channels قنوات التوزيع اللي انا من خلالها حوصل المنتج للعميل او العكس طيب costis we revenue costis we revenue costis معناها التكاليف والrevenue معناها الارادات هتدرسوا مع بعض في ال accounting درستوا accounting ولا لسه يا شباب المادة التانية accounting ولا ايه درستوا accounting ولا لسه اه كنوما اكشار دكتور مادة التانية اه يعني لسه السمسطر اللي جاي ان شاء الله او الكوارتر اللي جاي بإذن الله طيب ممتاز هتدرسوا مع بعض ان شاء الله تعالى في مادة ال accounting لو لنا عمر بإذن الله تعالى هندرس مادة جميلة جدا اسمها المحاسبة المالية و هتعرفوا ان في حاجة اسمها ارادات و حاجة اسمها مصروفات الارادات يعني الارادة اللي داخلك ايه مصادر الارادة اللي داخلك المصروف ايه مصادر او ايه انواع المصروفات اللي عندك فهتدرسوا الكلام ده بالتفصيل هتعرفوا مثلا ال COST اسنوعين حاجة بنسميها CAPEX و OPEX اللي هي مصاريف التشغيل Capital Expenditure مصاريف التأسيس و مصاريف التشغيل Capital Expenditure Operating Expenditure وهتعرفه مع بعض اللي فيه حاجة اسمها variable costis و fixed costis مصاريف سابتة ومصاريف متغيرة بمنطقة البساطة ان مصاريف راس المال الفلوس اللي انت محتاجها هتصرفها في الاول عشان تبني الشركة بتاعتك فدي بنسميها كابكس مصاريف التشغيل المصروفات الشهرية اللي انت بتدفعها عشان تشغل المكان دي بنسميها اوبيكس يعني انا مثلا عايز ابني مصنع طب انت محتاج فلوس قد ايه عشان توقف المصنع على رجله يبقى ده الكابكس طب انت كل شهر هتشتري مواد خيام وتدفع رواتب وتدفع كهرباء وإيجار ومية طيب يبقى ده الابكس وبالتالي بنكتب هنا في الكوستس الكابكس والابكس اللي عندي كمان بنكتب الفيكسد والفاريابل الفيكسد يعني المصروف سابت بيدفع كل شهر زي مثلا الإيجار زي مثلا المرتبات الفاريابل مصروف متغير بيدفع كل شهر زي مثلا العمولات زي مثلا الإعلانات زي مثلا المواد الخيام اللي انت بتشتريها زي مثلا استهلاكك للكهرباء فدي بتختلف من شهر لشهر من سيزون لسيزون من فترة لفترة آخر حاجة الريفينيو موديل الريفينيو اللي هي المصادر اللي خاصة بالإرادات الإراد ممكن يبقى نتيجة البيع أنا ببيع منتج وبلم فلوسي ماشي يبقى الإرادات أو ممكن يكون من خلال مثلا سبسكريبشن فيز زي بالظبط ما بيحصل في مواقع الانترنت فممكن تلاقي في موقع في الموقع عشان خاطر السبسكريبشن وبتدفع فلوس خاصة بالسبسكريبشن فده ممكن يبقى بيزنس موديل تاني ممكن مثلا زي أوليكس أوليكس بتديك الخدمة ببلاش بس بتاخد فلوس من المعلن لو أنا عايزة حط إعلاني على أوليكس والإعلان ده عايزة يطلع بقى طوب تن مثلا أو عايزة يبقى مرئي لكل الناس بدفع فلوس لأوليكس وبالتالي في عندك اكتر من ريفينيو موديل زي مثلا الفيسبوك الفيسبوك بيديك الخدمة ببلاش بس هو على التوازي عنده إعلانات ممولة فممكن تكون انت شركة عندك يعني على الفيسبوك وبتعمل إعلانات ممولة وتدفع فلوس للفيسبوك عشان خاطر إعلانك ينتشر ويوصل لأكبر قدر من أكبر عدد من المستهلكين فالخلاصة نفسه بيختلف من شركة لشركة مش كل الناس موديلز تانية أو بيزنس موديلز تانية للإرادات غير المبيعات ممكن مثلا أعمل مشاركة شراكة زي ما بيحصل في العقارات فأنا ممكن مثلا أشتري قطعة أرض وحد يدخل معنا شرك أو يدخل معنا شريك يعني مشاركة والمشاركة دي حد عليه المباني وحد عليه قطعة الأرض ونطلع الشقة ونبحها ونقسم الأرباح بالمشاركة بعد ما بنشيل المصاريف اللي خاصة بيه بناء العقار نفسه يعني المهم الخلاصة في عندك أكتر من ريفينيو موديل فده بنكتبه عندي هنا طيب يعني توسي ما رايز الحدوتة البزنس كامفاس موديل عبارة عن تسع elements بنفكر فيهم في البداية الكاستمر الكاستمر الاليشنشف الاليو الكي اكتيفتز الكي بارتنر الكاستس الكي ريسورس الالتشانل طب نطبق الكلام ده عمل إزاي محتاج شركة عشان كده المثال اللي دي تقولكم في الامتحان اللي هو الامتحان الأخير اللي هو شركة American Airlines فAmerican Airlines هي شركة طيران أمريكية زي مصر الطيران ولكن النسخة الأمريكاني بتاعتها فأنت بتقولي بقى American Airlines مين هما الكاستمرز بتوحها American Airlines بتدير علاقاتها زي مع الكاستمر American Airlines ايه القيمة المضافة اللي بتديها للعمل بحيس يشتركوا أو يعني يختاروا American Airlines versus others ايه الكي اكتيفتز ايه الكي بارتنرز مين هما ممكن تلاقي مثلا بوينج ايرباس ممكن مهم دول بيصنعوا الطيرات ممكن ممكن تلاقي مثلا حد بيعمل لك الأكل المسافر لما بيطلع الطيارة بينزلوله وجبة غزائية فممكن تلاقي عندك بارتنر هو اللي بيعمل مطعم مثلا او سلسلة مطاعم بتقدم لك الوجبات او ممكن هما نفسهم بيعملوا الوجبات اللي بتطلع الطيارة ايضنوه يعني فأنا بس بديكم امثلة برضو نفس القصة الريسورس اللي موجودة في مصر او American Airlines ايه القنوات طب انا هعرف المعلومات دي الزي اولا الامتحان اللي امتحان اللي انا بعتقول لكم بالذات ده كان امتحان اوفلاين يعني امتحانت الطلبة جوه الجامعة وبالتالي كان محومش الكتاب محومش الباوربوينت بريزنتيشن محومش كل حاجة فأنا قلت لهم انت اللي موجودة في المسألة انت هتعرف منها بعض الحاجات من دول بس في حاجات انت ما تعرفهاش عشان الكيس ستادي ستلمت التلات ورائط يعني مش حاجة كبيرة طب انت ممكن بقى اماجين اماجين بقى مين هما انواع الكاستمرز اللي بتتعامل معهم امريكان ايرلاين اماجين مثلا الخدمات نفسها بتدخلي ارادات ازاي او الريسورسز او الكوستس فهي الموضوع محتاج اماجينيشن اكتر ما هو محتاج يعني تكتب كل كلمة اللي جاي في الكيس ستادي ودايما بقول لكم كده وبعيد اكتر من مرة لما يجي اعمل الاناليسز للكيس ستادي هو مديك شوية معلومات الشوية المعلومات اللي هو مديها لك بعضها حشو بعضها كلام راغي يعني ملوش علاقة بالاسئلة وبعضها كلام مهم عشان تعمل الاناليسز وده هيحصل معاكم في اي كيس ستادي تدرسوها يبقى اي كيس ستادي بتدرسها بيبقى فيها جزء معلومات مهم جدا في الاناليسز وفيه جزء تاني حشو حشو يعني كلام مش هيفيدك اوه في الاناليسز يعني معايا يا شباب فانت برضو وانت بتقرأ الكيس ستادي لازم انتبع عارف ايه المعلومة المهمة اللي انا احتاجها في الاناليسز والمعلومة اللي غير مهمة اللي انا اجنور ما تضيعاش وقت فيها وما تقفش عند كل كلمة موجودة في الكيس ستادي طيب انتو منخص نحظكم ان انتو الكيس ستادي هتحلوها اوفلاين سوري هتحلوها اونلاين غير زي ما يلكم زي ما يلكم الامتحان جوه المخاضرة وكان تقريبا الامتحان ساعتين وقتها على ما اتذكر او ساعتين ونص مش متذكر قوي فكان وقتها هم عندهم كونسترين اسمه الوقت انتو ما عندكوش الكونسترين ده انا هديك مثلا الكيس ستادي وتخدلك يوم او يومين وتبعتها لي مثلا فمعندكش حتة الوقت زي زمالك عندهم كونسترين الامتحان اوفلاين وبالتالي هو مش فاتح الكتاب ولا المذكرات ولا الباوربوينس ولا الكلام ده انت عندك ميزة اللي انت عندك كل حاجة متاحة سواء الانترنت ممكن تدخل تقرأ اكتر عن امريكان ايرلاينز ممكن تتفرج على فيديوهات الامريكان ايرلاينز هما مكنش عندهم الحتة دي الحاجة التالتة انت عندك يعني اريحيا انت شغال في البيت بقى براحتك او في المكتب او في شركتك هما لا هما قاعة الامتحان ومرأبة فالجو النفسي عندهم اصعب منكم فده يا تطلب ايه ان انا كنت مارن معهم في التصحيح ولكن انتو مش هتلاقوا نفس القدر الخاص بالمرونة عشان حضرتكم مع كل الادوات مع كل حاجة تحت ايدك فطبيعي جدا اللي انا متوقع الجودة بتاع المخرجات منكم اعلى من الجودة بتاعت المخرجات بتاعت زميلكم فزميلكم مثلا لو قال لي كلمتين كده ورد غطاهم بياخد الدرجة ما عنديش مشكلة بس انت لو قطيلي كلمتين ورد غطاهم ما تاخد نص الدرجة الدكتور نمتحني دكتور في الاخديمية يا دكتور ده ما هو كده نمتح في الاخديمية يا دكتور انا ما عنديش مشكلة عزيز الله العزيز تلاتش متعاسي انهم نروح ازاي ننتم مع دكتور انا موافق احنا هنقول كلمتين هناخد عليهم درجة انا تمام اصدقى بصراحة للامانة الامتحان ده محتاج تركيز فعلا للامانة بس هما كانوا مضغطين في ساعتين فانا كنت براعي ده وقت التصحيح يعني وقت يا طبعا التروف والس خلاص يعني يا صح يا غلط ما فيهاش حتة مجاملة هتراعي معنا يا دكتور برضو هتراعي معنا اكيد اه فبالنسبة ليكم هتراعي معنا علشان احنا عادين مع ولادنا ويعني في البيت ومش مركزين قوي برضو اه بسانا هتديكم برضو ساعتين هتراعينا برضو الله المستعد الله المستعد خد انا عايز احكد على حاجة هو حضرتك يقول الامتحان ويقعد معنا يوم يومين وبعدين نرفعه لحضرتك ياس 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 باشون دي ساقي ناس ياس ده مش حلو على فكرة اه يا ناس اه يا ناس ده بالعكس يعني انا دلوقتي نتخيل مسلا النهاردة النهاردة الحد على سبيل المسال عشان برضو برضو ما ضيعش وقت المحاضرة دعال برضو لمصلحتكم يعني انا ممكن ابعت لكم الامتحان بعد المحاضرة مثلا يعني يوم الحد وقال لكم هسيل منكم الاربع فانت قدامك اثنين وثلاثة واربع مثلا يعني انا لسه محطتش الامتحان ولسه محددتش الوقت بس انا بقول ده هيبقى اسهل ليك انت ان احنا اولا مش نضيع الاربع ساعات على المحاضرة في الاربع ساعات هناخد محاضرتنا عادي خالص في معادها يوم الحد من اربعة من ستة لعشرة في احنا ممكن نستغل اي يوم تاني ويوم الجمعة حلو او ممكن ابعت لكم الامتحان الجمعة واخدوا منكم السبت على سبيل المثال هيبقى معاك جمعة وسبت على سبيل المثال يعني او نبعتوا الخميس بالليل وناخدوا السبت بالليل هيبقى معاك جمعة وسبت كاملين يعني الخلاصة يعني هنتفق على النقطة دي بس انا شايف ان الويك اند هيبقى من نسبالكم افضل بعيدنا بقى عن ضغط الشغر ونحاول قدره المستان يبعد عن الاولاد في الويك اند عشان خاطر نركز في الامتحان يعني اتفضل بشمس محمد عندك سؤال بشمس محمد حسين عندك سؤال مش سامع محمد حسين حريكي سامعني يا دكتور اه اتفضل محمد طيب اقول لحريك عالتها لنا ديت اه مفروض احنا عن سايمنت ولا ده يبقى ايه بالزلط لا انا مستامع بصراحة السوت مش واضي سامعيني يا شباب ولا لا هو 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 انا واضح انتوا سامعيني ولا لا اه صوت دكتور طيب يا دكتور كده سامعيني هو محمد تقريبا بيسأل يا دكتور انه هو تقريبا الكس استادي اللي حضرتك بعدتها دي اه تقريبا اسايمنت يتعامل او كده ولا اه دي ما بقوتها بس فوريفرنس انا اظن ان انا اسمعت محمد بيقول كده طب كويس 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 احنا لو انتم فاكرين المحاضرة اللي فاتت لو انتم فاكرين انت زوم اللي قالوا نحل الكس استادي اونلاين فانا قلتولهم هنضيع محاضرة على الفاضي عشان نقرأ الكس استادي وعشان خاطر نحلها وعشان كزا ودهم الاسهل اللي انا بعتها لكم اقروها وحلوها ونتناقش في الاجابات فطبعا انتم ملحقتوش تحلوها النهاردو شالسه انا بعتها لكم الصبح فاحنا ممكن المحاضرة جاء نتناقش في الاجابات واضح يا شباب بس عشان ما ضيعش بس وقت المحاضرة احنا السا المناج مخلصش انا ما عنديش رفع الوقت اللي انا ضيع وقت في المحاضرة في حل اه يعني امتحانات عشان كده بقول لكم حلوها واللي عنده اي اسئلة يبعتلي على الواتس وانا هرد عليه او نتناقش في الحلول يوم الحد القادم يعني ده اللي انا اصدر واضح كده يا محمد اه طيب اتفضلي باش منسر حاب عندك سؤال اه يا دكتور انا مكنت عايزة على حاجة هي ممكن لا في السلايد دي ممكن حاجة تشترك بين اتنين يعني ممكن مسلا حد من الكستومر يبقى بالنسبالي او حد من الكي رسورسز يبقى بالنسبالي كي فارتنر اه طبعا ممكن عادي مفيش مشكلة يعني يتذكر في الاتنين يعني عادي ممكن زي عندنا مسلا في تلكم ممكن الموظف يبقى انفستور في نفس الوقت انا شاري اسهم مسلا في الشركة فانا انا كي بارتنرز وممكن نبقى موظف في نفس الوقت يعني يعني امبلوي فعادي لا ينفع فيش مشكلة وفي نفس قصة في التشانلز التشانلز والكاستمر ريليشنشيب فانا عندي الكاستمر ريليشنشيب حول مسلا بدي رعلاقتي مع العمين من خلال كول سنتر وعندي في التشانلز الكول سنتر ما ده تشانل برضه فكلمت تمامي دكتور شكرا طيب بشمس ما يجد اتفاضلي فن شكرا عليكم دكتور وعليكم السلام انا كنت بسأل انا كنت بتصفر عن البوزيشن اللي انا ببقى واقف فيه في كل الحاجات اللي كنا اتكلمنا فيها بمعنى مثلا انا هل انا في الميدل مانجمينت ولا في الطوب مانجمينت ولا في الوركينج لير وانا بعمل بيزنس كانفاس او انا بعمل استراتيجي عادة عادة اللي بيكتب الاستراتيج زي ما احنا قلنا محضرة اللي فات الطوب مانجرز الميدل واللور بينفزوا وبيحصل تقييم على مستوى الشركة بالاكمل ولكن اللي بيكتب الفورميوليشن عادة بتبقى طوب داون زي ما بيحصل حتى على مستوى الحكومة تلاقي مسلا فيه توجه رياسي عايزين نعمل العاصمة الادارية الوزارات يبتدوا يتكتفوا عشان ينفذوا العاصمة الادارية الموظفين اللي جوه الوزارات يبتدوا يتكتفوا عشان خاطر يعملوا الانفراستركشور يعملوا البنية التحتية وكل التفاصيل اللي خاصة بالانشاءات فالموضوع بيجي من فوق لتحت معي حدق؟ بس مش كل المانجمنت لاير بتشارك فيها لا ده هو الاستراتيجي بزاك هي اللي بيعملها الابر مانجمنت يس الابر مانجمنت ده موكو يبقى معاها كمان يعني كونسلتونت يعني موكو يبقى معاها على سبيل المكتب استشاري او حد من الجامعات بيعملوا بيساعدوا يعني فيه صياغة الاستراتيجية طيب نفس القصة بالزبط على مستوى الشركة احنا عايزين نعرف مين هما الكي بارتنرز بتوعنا على مستوى الشركة عايزين نعرف الواليو بروزيشن اللي احنا بنقدمها العميل والمكانة لينا في السوق versus others على مستوى الشركة مين السيجمنت اللي احنا فمين اللي اللي شايف الصورة هوليستيك وهم برضو الطوب مانجمنت فاكرين لما كنا بنتكلم في الرسمة انا افكركم بس في الجدول ده لما كنا بنتكلم في الطوب مانجر بيبص على الشركة بطريقة هوليستيك بطريقة يعني شمولية فبيبص على organization as a whole الشركة كلها بالاكمل العكس بقى الناس الميدل كل واحد متخصص في حتتهم فانا كراجل HR انا متخصص في حاجات HR فانا اجاوب على اي سؤال لي علاقة بالHR بس انا مش فاهم قوي في شغل التصنيع مش فاهم قوي في شغل على سبيل المثال المشتريات مش فاهم قوي الراجل بتاع HR فانت كل ما بتنزل لتحت كل ما بقى فيه كل واحد focusing على area معينة او على بس مش شايف الصورة متكاملة مين اللي شايفين الصورة متكاملة الناس اللي فوق C-A-O-M-O C-F-O C-M-O وهكزان تمام انا اطلق بط بس علشان في الكيس بيكتب في الاخر بتاع الرول بتاعي في الكيس لا انا برضو كويس احنا كنا الكيس اللي انا بطار حضراتكم بطريك imagine ان حضراتك هو مكتوب transport manager وبعدين اعمل السامش فانا برضو تلغبطت في الجزئية دي ما فيش مشكلة انت عشان خاطر تحل المسألة بطريقة استراتيجية سبوز ان انت مدير الشركة ان انت كل الشركة عشان تبص للشركة بنظرة يعني comprehensive زي ما تفعنا او نظرة شمولية وتعرف تحل المسألة صحة بالنسبة للتوقيت في ال بيزنس كامفاس حضراتكم كنت قلت فسط الكلام ان هو ده بيتعمل في بداية اي مشروع يعني بداية اي مشروع لازم عندي بيزنس كامفاس هل هو في بداية بس ولا دي حالة تقييم عام متا لأي شركة او اي بيزنس هي الفكرة كلها يعني حديكم مثلا من الخبرة العملية احنا نجمع شوية معلومات عن الشركة فانا ممكن اجي في وسط اسناء مالستراتيجي شغالة قالهم طب ايه ريكو يا جماعة نرسل مع بعض البيزنس موضي كامفاس مين هما البرتنرز بتاعكم مين هما الريسورس اللي عندك مين هما وابتدي اسئلهم يعني صياغة مجموعة من الاسئلة وابتدي اكليكت شوية معلومات المعلومات اللي انا بجمعها هي دي اللي بتفيدني في رسم البيزنس موضي كامفاس عارفك كلمة كامفاس معناها يعني لوحة زيتية أو لوحة لوحة مرسومة بالزيت يعني دي معنى كلمة كامفاس يعني فاحنا ايه ريكو نرسل من الكلام ده ونحطها قصادنا على الحيطة طب بعد ما استفدت ايه اللي انا عملت الموضي وحطته صادق على الحيطة ابتدت ابص انا برضو بنظرة الشمولية انت ممكن مثلا عندي بارتنر قوي اوي طب ليه ما اخلش معاه في ديل الديل ده ينجح احنا الاتنين انا عندي ريسورس قوي اوي بس انا مش مستغل الريسورس ده صح انا عندي مثلا مهمة جدا بس انا لسه بقى اذا كانت بداية بافترضها وبتخيلها وازا كانت فانا بعمل في اي لقطة من الزمن هنا فعشان كده لو احنا بنتكلم بقى على فانا ممكن في بداية الموضل خالص اعمل اثناء ما انا بعمل اعمل كمان في الاول او يعني الخلاصة ان الحتة دي هي دي بتاعة الكنفاس اللي في الاول خالص ان ان انت لسه في مرحلة هنا مفهوم الكنفاس انت شغال عليه وعلى اساس كده الستراتيجز اللي انت هتشتغلها عشان على والكي 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 وهكذا اوكي طيب حاجة اخيرة بالنسبة للصوات والبزنس كانفاس واضح ان الحل المسألة الطبيعي بتاعه بيبقى كده فبس انا حضرتك قلت هتتركز قوي بالنسبة للمتحام بتاعنا على الكواليتي هو مهم ان انا اصطفيت في تعدد النقط ما بص هي في الاخر يعني انا برضو مش هيز بالكيلو يعني انا مش هقول مثلا العام العشر وراءات هياخد درجة احسن من العام التمانية بالضبط حسب الكواليتي وفورك مش الكونتي في فرق ايه هي الكواليتي الانت اللي انت اللي انت مقدمها في الكيس بتاعك يعني حوالين الكيس ما طلعتش برا الموضوع وكلمت على مواضيع فرعية برضو بتختلف يعني ممكن واحد يملى عشر ورقات ولكن الكلام نفسه بعيد عن سياق الكلام يعني سياق الموضوع وبالتالي بقى انت زودت عدد الورقات على الفاضي العكس بقى واحد به يعني يعني content نسبيا ولكن هو غطت النقاط اللي انا عايزها في المسألة فهمني يا عسو دهي خلي بالك الفاضي ممكن تحلها في يوم ممكن تحلها في ستة شهور طبعا بيتاخد في الاعتبار اسناء التصحيح الحتة التايم فريم طيب عمي تمام عظيم دكتور انا انت سؤال سريع معلش ناسف جدا شباب انا لسا مبتلتش في محاضرة النهاردة خلي بالكم الساعة ده اتسابة وروب طب خلاص خلاص نسأل في الاخر نسأل في الاخر دكتور نسأل في الاخر طيب طيب انا هتطر اوقف الاسئلة بعد اذنكم بس ندخل بس في محاضرة النهاردة ونيجري شوية ونيجي في الاخر نفتح باب الأسئلة مرة تانية عشان خاطر بس تساعة وروب زي ما قلتلكم ولسه مابتدناش في المحاضرة بتاعت طيب نبدأ بقى في الستراتيجز انت قلتنا بلوك حلو هنا بس ما تكلمناش عليه او كاروتنا المرة اللي فات ما قلنا ما دنووش وقت وفيش شرح فالنهاردة هركز على البلوك الجميل ده البلوك ده احنا قلناه بسرعة بس ما شرحناهوش باستفادة generate, evaluate and select strategies generate, evaluate and select strategies طيب يعني كلمة generate يعني نحط كل الاستراتيجيات يعني كلمة evaluate نقيم كل الاستراتيجية على حدة يعني كلمة select يعني نختار الاستراتيجية الأمثل يبقى ده معنى كلمة generate, evaluate and select strategy كلام فوق رائع الأهم بقى من ده كله هي ايه هي الاستراتيجيات وده اللي انا هتكلم عليه بعد الوقت فيه كتاب معنا هبعته لكم الكتاب ده يقولك ان احنا عندنا في البزنس اكتر من 100 strategy يعني هي مش استراتيجية ولا كنين اكتر من 100 strategy وده اللي احنا هنتعلمه طبعا مش هتعلم كل التفاصيل دي النهاردة ولكن على الاقل هناخد نبزة مختصرة على بعض الاستراتيجيات المost common اللي الناس كلها بتتكلم عنها فالاستراتيجي قبل ما ندخل في التفاصيل الاستراتيجي ممكن نصنفها حاجة من ثلاثة يا اما انت بتعمل استراتيجية عشان ال growth عشان النمو يا اما انت بتعمل استراتيجية عشان ال stability يا اما انت بتعمل استراتيجية في مرحلة retranshmint يعني كانك بمعنى اصح نبص مع بعض كده اللي انا عندي على سبيل المثال عندي يا اما الشركة عايزة تنمو يا اما الشركة يعني قربت من الافلاس فعايزة بس تحافظ على نفسها يا اما الشركة فعلا في واقع الامر فلست او يعني اوصلت لمرحلة وعشان كده ييجي الكتاب يقولك احنا عندنا في واقع الامر ثلاثة انواع من الاستراتيجيز استراتيجيات بنستخدمها في حالة النمو استراتيجيات بنستخدمها في حالة الاستابلتي استراتيجيات بنستخدمها في حالة او ديكلاين برضو عشان هنفهم الموضوع بتعمق اكتر نفتكر مع بعض اللي احنا تكلمنا عنه اللي اسمه البروداكت لايف سايكل انا تكلمنا عن البروداكت لايف سايكل ولا ما تكلمناش البي ركزوا معي البروداكت المشكلة اللي انا بدلس الاربعتاشر جروب فأنا في مواد بيبعندي زهايمر مش عارف قلتها ولا بقلتهاش أو موضوعات يعني بس إن شاء الله تعالى ما نكونش نسينا حاجة يعني كلمة product life cycle يعني الدورة الحياتية للمشروع أو للمنتج الدورة الحياتية life cycle يعني للمنتج أو للمشروع طيب الدورة الحياتية للمنتج أو المشروع اللي انا بسميها product life cycle الدورة الحياتية للمنتج أو المشروع بمونتقة البساطة بيقولك إن المنتج بتاعك بيمر بأربع مراحل المرحلة الأولى بنسميها introduction المرحلة التانية بنسميها growth نمو المرحلة التالتة بنسميها maturity والمرحلة الرابعة بنسميها decline فأنا في واقع الأمر عندي إيه؟ عندي أربع مراحل بتكلم عنهم في الproduct life cycle تاني introduction growth وعندي maturity وعندي decline نكتبهم سوا نرس maturity وdecline الواوي طيب نمسك مرحلة مرحلة نتكلم عنها introduction من اسمها أنا لسه في البداية فلسه ببدأ من مرحلة اللي أنا لسه بنزل السوق جديد فطبيعي جدا ما بيبقاش عندي يعني تواجد في السوق ما بيبقاش عندي market share عالي ما بيبقاش عندي على سبيل المثال يعني عملة كتير أنا لسه introduction يعني لسه ببدأ الموضوع بتاعي الخطوة اللي بعد كده growth النمو ابتدت عدد المبيعات تزيد العملة يزيده الماركت share يزيد بعد جاء وصلت لمرحلة maturity maturity يعني الندوج يعني تقريبا مبيعاتي سابتة ممكن تزيد أو تقل حاجة بسيطة ولكن تقريبا المنتج بتاعي شبه سابت والمبيعات بتاعتي شبه سابتة يعني monthly وصلت لمرحلة maturity decline المبيعات بتاعتك تبتدي تقل تدريجيا الى ان توصل الى ان المنتج يموت هو المنتج ممكن يموت طبعا لو نقول لك مثلا فين التلفزيون الابيد واسود هتقول لي مات بس في فترة من الملفترات كان في مرحلة maturity في فترة من الفترات كان في مرحلة growth في فترة من الفترات كان لسه intro فقالنا مثلا في اوائل الستينات في السبعينات كان لسه الناس لسه بتتعرف على التلفزيون الابيد واسود مثلا بيتكلم في التمانينات كان في مرحلة comprend بقى كده بظهور بقى التلفزيون الملون قبل ما بقى فيه سمارت تيفيبا وكلام الجميل ده فابتدى اللابية ده وسود ابتدت مبيعاته تقل لتدرجان الان مات خلاص مفيش حد يبشتريه فهو ده اللي بسميه الدورة الحياتية للمنتج نفس الكلام ده ممكن يطبع على شركة ممكن يطبع على اشخاص يعني الطفل بيتولد بيكبر بيوصل لمرحلة النضوج بيوصل لمرحلة الشيخوخة يعني اي حد مننا الانسان بصفة عامة بيتولد بيكبر بيوصل لمرحلة النضوج ويقعد في مرحلة النضوج مثلا 20-30 سنة الى ان يشاء الله وبقى يبتدى بيظهر عليه مراحل الشيخوخة الى ان يتوفاه الله وبتالي مفيش حد مكمل يعني اي حد في الاخر هيوصل لمرحلة الدكلاين مفيش حد مكمل نفس القصة الشركات لو تلك مثلا فين شركة كودك النهاردة هتقولي دي فلست بس في فترة من الفترات كانت في مرحلة الماتيوريتي في فترة من الفترات كانت في مرحلة الجروث في فترة من الفترات كانت في مرحلة الانترو لو تلك فين مثلا نوكيا النهاردة هتقولي دي ماتت بس في فترة من الفترات قبل يعني ما تباعي يعني في فترة من الفترات كانت في مرحلة الماتيوريتي وهكذا نفس الكلام ده برضو حد دول نفسي كلام ده على الخضارات لو تلك فين الحضارة الفرعونية هتقولي ماتت بس في فترة من الفترات كانت حضارة الفرعونية في قمة مجدها في فترة من الفترات كانت في قمة كانت فرحات الجروس أو الانتروداكشن وهي كذا وهي كذا طب السؤال هو لازم كل الدنيا تعدي على الأربع مراحل دي الإجابة لأ ممكن طفل صغير أول ما تولد ربنا عز وجل قدر له يموت فممكن من الانتروداكشن تروح للديكلاين على طول يعني مش لازم تعدي على الأربع ممكن شركة لسه ستارت أب عدد شهرين ثلاثة وفلست وقفلت يعني أصد مش لازم تعدي على الأربع ولكن هما دول الأربع يعني بنقول عليهم البروداكت لايف سايكل أو الدورة الحياتية كلمة برووداكت أي حاجة في الكون عبارة عن برووداكت الإنسان عبارة عن برووداكت الكمبيوتر المكنة أي حاجة برووداكت الشركة نفسها ممكن تعتبر برووداكت عشان هيجي لأوقتي وتموت فهو هنا ما قصدش البروداكت لايف سايكل المنتج هو بيقصد بصفة عامة يعني سنة الله عز وجل في الكون الموديل ده فالموديل ده ممكن تطبعه لأي حاجة في الكون الثابت الوحيد التغيير مفيش حاجة باقي على حالها وبالتالي الله عز وجل باقي وكل الناس هتموت يعني كل حاجة في الكون إلى الزوال ده بس النقطة اللي أنا عايز أقولها فده معنا كلمة برووداكت لايف سايكل طيب نيجي بقى يعني من المدخل ده نرجع بقى بره تانية وبالتالي أن أي شركة أي شركة هيجي لها فترة بتكبر هيجي لها فترة في مرحلة الماتيوريتي هيجي لها فترة بتحاول تحافظ على نفسيها هيجي لها فترة وطقع فاهمنا يا شباب وبالتالي أن المنظر ده هو هو المنظر ده بالضبط طيب لو أنا بتكلم في الماتيوريتي واضحة ليه المنطقة دي آسف لو أنا بتكلم في الجروس المنطقة دي والمنطقة دي كمان لو أنا بتكلم في الاستابيليتي الاستابيليتي ليه الحتة دي اللي أنت قبل ما طقع هو دي الستابيليتي لو انا بتكلم في الديكلاين انت هنا هو يبقى تاني يبقى احنا كده هنبص من وجهة نظر الاستراتيجيات اللي احنا نشرحها مع بعض لو انت في الاول خالص هتبقى في الحتة دي ليه الجروس لو انت الاستابيليتي في الحتة دي قبل ما تقع فانت عايز تحافظ بس على تواجدك في السوق لو انت ديكلاين خلاص انت وقعت بقى فنرجع مرة تانية ليه الرسمة الاستراتيجي بتاعتنا فده جدوى المقارنة سريعة ما بين كلمة growth and stability and retrenchment طب لو في مرحلة growth الشركة معها فلوس adding new business افتح بزنس جديد الشركة معها فلوس انزل بمنتج جديد الشركة معها فلوس افتح سوق جديد الشركة معها فلوس اسرف اكتر على research and development ال r and d اسرف اكتر على investment اشتري خط انتاج جديد اشتري مصنع اعمل انت معاك فلوس growth ودايما المستثمر الجنيبي يجيب جنيه يعني هو ما بيفكرش المصنع هيكلفني كام المصنع هيكسبني قد ايه فلو انا مثلا هزرف على المصنع مليون ويدخل لي عشرة مليون ايه المشكلة ده يعني الارو اي او بنتكلم في عشر اضعاف انا دفعت مليون دخل لي عشرة مليون فانت عايز ايه اكتر من كده العكس بقى لو انا بدفع مليون وكده على مدار عشر سنين مثلا دخل لي مليون لا ايه بانا كده بخسر انا المليون دي احطها في البنك احسن لي بدل ما احطها فيه مشروع وعلى مدار عشر سنين دخل لي نفس المليون اللي انا قريدي دفعتها في اول المشروع فعندنا حاجة برضو هدرسوها في الفاينانس ان شاء الله تعالى small time value of money قيمة الفلوس بتتغير بالوقت فكل ما الفترة الزمنية تطول كل ما انت عندك قيمة الفلوس بتقل فهمني فلو انت معاك مليون جنيه النهاردة غير لو معاك مليون جنيه من عشر سنين غير لو معاك مليون جنيه من تلاتين سنة عشان نفس المليون جنيه نفس قيمتها قلت ليه عشان خاطر الinflation يعني تضخم في الاسعار وهكذا يعني المهم نكمل بالزبط دورة رأس المال بربو عليك فعلا فبنيكلم في دورة رأس المال بربو عليك حلو اوي ده سؤال جميل باشوانس ما اجد سؤال جميل اوي هو انا اعرف منين اللي انا في مرحلة والا في مرحلة الماتيوريتي ولا في مرحلة فيه طبعا عندك كذا ابسطهم المبيعات ده ابسطهم فلو انا بتكلم على سبيل المثال انا النهارده مثلا ببيع ب خمس تلاف في الشهر بعد كده بقيت ببيع بمئة الف في الشهر بعد كده بقيت ببيع بثلاثة مليون في الشهر فبالتالي انت لو مبيعاتك بتزيد يبقى انت في مرحلة الجروس طبعا انا مثلا بقاعلي مثلا على مدار سنة كاملة المبيعات بتاعتي شبهي سابتة شبهي سابتة يبقى انا كده خلص وصط المرحلة الماتيوريتي يعني مثلا شهر أبيع بمليون شهر أبيع ب900 ألف شهر أبيع ب3 مليون شهر أبيع مثلا ب2 مليون ونص طب أنا كنت ببيع بمليون و2 مليون لقيت بعد كده ببيع مثلا ب900 ألف 800 ألف ببيع ب700 ألف 500 فأنا مبيعاتي بتقل معايا فأنت ممكن تقارنها بكذا حاجة يبقى أحد الحاجات المبيعات بس المبيعات دي تنفع إمتى معاك تنفع لو أنت شغال بروفيت سيكينج أورجنيزيشن طب لو ننفع بروفيت سيكينج أورجنيزيشن ممكن بقى تشوف الدونيشنز عدد المتبرعين المتبرعات ممكن تشوف عدد الخدمات عدد الأسر اللي أنت يعني مثلا بتتكفلها كرعاية مثلا يعني أغطر في كذا كيبي آي أو كيبي ريفورمانس انديكيتورز ممكن نشتغل عليه من ضمنها السيلز فوليوم يعني مش السيلز فوليوم بس يعني دي بس اللي أنا عايز أقولها يعني في عندك أكتر من كيبي آيز نلعب عليها من ضمنها السيلز فوليوم أو حجم المبيعات فده سؤال جميل ممتاز طيب نرجع مرة تانية طيب فييجي بقى الكتاب يقولك إيه يقولك بص بقية سيدي احنا هنعمل مقارنة سريعة ما بين هنعمل مقارنة سريعة ما بين الجروث والستابلتي والريترانشمنت الجروث الشركة بتكبر طب حلو قوي طب لما تكبر في النهاية مثلا شركة قرسكم الله مبارك عندنا مثلا قرسكم للسياحة عندنا قرسكم للتطوير العقاري عندنا مثلا قرسكم للأسميدة فانت بسم الله مشالك الشركة بتكبر فبتفتح بقى شركات جديدة فالفلوس بيجيب فلوس ده مبدأ في الاستثمار اللي انت كل ما يكون معك فلوس كل ما تعرف تدورها ويجيب فلوس تانية adding new business ده الميزة أحمد بهجة مثلا عامل دريم لاند عامل دريم بارك عامل جولدي أو كان عامل جولدي عنده مثلا دريم تيفي فهو مع فلوس افتح بيزنس جديد طيب لو انا ما فتحتش بيزنس جديد ممكن تنزل ببرودكت جديد يعني ادخل مثلا الأكاديمية البحرية هتنزل مثلا MBA باللغة الفرنسية هتنزل MBA باللغة الألمانية ده بالنسبة لي اسمه new product واضح؟ يبقى نفس الـ MBA الحلو اللي انتوا تدرسوها دي زيما احنا عندنا قسم عربي وعندنا قسم انجلش فايه المشكلة؟ نفتح قسم فرنش نفتح قسم ألماني قسم إيطالي المشكلة يعني في الآخر هي المادة نفسها هيعد ترجمتها والدكاترة والأساتزة اللي هشرحوا هشرحوا باللغة الحسب الـ needs بتاعت الـ customers يعني فده بسميه new product طب new market افتح سوق جديد افتح سوق جديد الأكاديمية البحرية قررت تفتح فرع في العالمين الجديدة طب ليه؟ عشان أخدم بها للمناطق الجديدة ففعلا العالمين الجديدة الأكاديمية البحرية اشترك قطعة أرض وابتدت تبني فيها جامعاء يعني تبني مباني عشان تعمل فرع لها قررت تعمل فرع في الشارقة في يعني الإمارات عملت فرع في جنوب الوادي عشان تخدم على منطقة الصعيد إخواتنا وحبابنا من أسوان وإنا والمينيا فعملت لهم فرع هناك اسمه جنوب الوادي وهكذا فأنت بتعمل كده ليه؟ عشان تستهدف ناس جدد نتيجة أنت بتفتح أسواق جديدة الـ higher R&D زي ما اتفعنا الـ research and development أو الأبحاث والتطوير فكلما الشركة بتكبر كلما بتصرف أكتر على الـ R&D الـ high investment زي ما اتفعنا بتصرف كتير على الاستثمارات برضو الـ high competition دي مهمة قوي لما كون انت بتكسب الناس مش هتسيبك تكسب لوحدك فتلاقي كتف بكتف كهو داخل معاك فمسلا لو خدنا برضو الـ example بتاع سوق الموبايل عشان احنا familiar بيه ففي الأول خالص كانت شركة مبينين رقم واحد وما فيش غيرها والmarket share كلها 100% لحساب مبينين جات بعد كده شركة click masketech دخلت وبقى جات Vodafone acquire click ودخلت اديتها كتف فبدل ما السوق الواحد بقى سوق مقسوم على اثنين دخلت بقى شركة اتصالات مصر كتف ودخلت معهم الماركت فبقى السوق مقسوم على تلاتة دخلت بقى شركة ويدتهم كتف ودخلت معهم في الماركت فالسوق مقسوم على اربعة فدايما لما بتلاقي فيه growth في الماركت الناس مش هتسيبك تكسب لوحدك هتلاقي فيه مستثمر جاي يعني كتف الكتف كده وينزل يحارب معاك وش هتسيبك واضح؟ فده اللي احنا بنسميه عندنا high competition competition يعني شطرتك بقى ان انت تحط هنتكلم في النقطة دي vertical والhorizontal growth هنتكلم في النقطة دي التاني شطرتك بقى اللي انت يعني ما تسكتش وكتف بكتف وتقعد يعني تحارب على الماركت شير بتاعك ولو انت شاطر تكبر الماركت شير بتاعك وتاخد من الباقية طيب بنلعب بعض التاكتكس زي مثلا ال-M&A ال-M&A هو merging and acquisition merging يعني اندماج وacquisition يعني استحواز وشرحنا دي بالتفصيل في أول محاضرة قابلنا فيها مع بعض الميرجنج الاندماج والacquisition الاستحواز ساعة لما قلنا نوكيا سيمنز عملوا اندماج ساعة لما قلنا ان شركة اوبر استحوزت على كريم او شركة مايكروسوفت استحوزت على linkedin او دل وامسين فشرحنا الكلام ده بالتفصيل يعني وقتها horizontal integration يعني هنتكلم عن ده كمان شوية لحظات وممكن اعمل strategic alliances زي شركات السياحة ما بتعمل مع بعض زي شركات الطيران ممكن اعمل joint venture دي كلها بتتعمل امتى في مرحلة growth طب في مرحلة بقى الاستابلتي اتفقنا استابلتي انت مش بتكسب ومش بتخسر يعني انت انت عايش survive فsurvive ده مرحلة الاستابلتي انت بتتعايش بس انت مش بتكسب قوي ولا بتخسر قوي فانت بتتعايش عشان كاي بيقولك انت لو انت في المرحلة دي maintain or increase market share يهما تحافظ على الواضع بتاعك يهما لو انت شاطر تكبر الماركت share بتاعك الماركت still booming not saturated يعني ما وصلناش لمرحلات التشبع يعني الماركت لسه بيكبر ولكن slow motion ما وصلش لمرحلات التشبع طب في المرحلة دي تعمل ايه غزبا عنك هتبقى same product same market وده بنسميه عندنا بلغة التسويق بنسميه market penetration وهنعرف كلام ده كمان شوية هم ندرس نظرية شهيرة اسمها نظرية انسوف ماتريكس هناخدها النهاردة طيب ما بنصرفش كتير على الR&D ما بنصرفش كتير على الinvest مشان الشركة طبعتها يعني stable وفي نفس الوقت زي ما تكو اسمها market penetration طب لو الشركة بتخسر هنوصل البقى مرحلة على فكرة فيه ناس بتخسر وترجع تلم نفسيها وتكبر مرة تانية يعني انت مش لازم تخسر تموت يعني فيه بعض الشركات بتبقى مثلا خلاص هطوع هطوع وتروح رجع لما نفسيها وطلع تاني تروح جاية هنا لما نفسيها وطلع تاني زي كده مثلا على سبيل المثال يعني كده هو مثلا يعني مش لازم بدأ موقعت زي مثلا احمد بهجت اخد احمد بهجت كمثال احمد بهجت النهاردة جلدي فلس وخلاص قفل ومصانع جلدي بس هو كان قاري الموضوع بدري فقال لك قبل ما اوصل لمرحلة ان جلدي يقف فانا عايز ايلحق نفسي فابتدى باية يعمل حاجة بيسميها عندنا الدايفرسيفيكيشن او التنوع الو هو ابتدى باية تنوع يشتغل فيه العقارات ويعمل دريم لاند يشتغل فيه الانترتينمنت ويعمل دريم تيفي ويعمل دريم بارك وهكذا فانت ممكن ممكن توصل لمرحلة اللي انت خلاص هتموت وتاخد بقى اللي هي قبلة الحياة يعني وترجع مرة تانية ترجع مرة تانية للسوق وترجع بفكر جديد وتعمل مثلا فالطبيعي جدا ان مش لازم تقع فانت ممكن برضو ممكن برضو على فكرة في الماتيوريتي اللي انت عملت مثلا رندي دي جبار فكبرت الشركة بتاعتك وبعد كده عملت ايه رحت نطيت ستيج اعلى يعني كده هو مثلا لنفس القصة ايه المشكلة اهو اهي كده ستيب باي ستيب يعني فانده ممكن تاخد لك مثلا خمس ستة سنين في يعني في الماتيوريتي وبعد كده تعمل رندي دي يروح منطاتك شوية وتعلى شوية وهكذا معي وبالشكل ده يعني فده ممكن بيحصل مع الشركات يعني اصد مش لازم تبقى ستيبل طول عمرك يعني ده النقطة اللي انا عايز اقولها يعني طيب نرجع مرة تانية مثلا انا عندي خمس خطوط انتاج طيب ومنهم تلاتة شغالين زي الفل واتنين ما بيكسبونيش بيخسروني خلاص وقف خط الانتاج وابتدي الفلوس اللي انت كنت بالضخاف خط الانتاج ده حولها على التلات خطوط التانية وبالتالي يبقى انت بتعمل ايه نفس الكلام اللي قاله جاك ويلش احنا قلنا قبل كده expansion by shrinking expansion by shrinking فانا عندي خمس خطوط انتاج منهم اتنين وقعين وتلاتة شغالين او مثلا عندي خمس براندات خمسة براندز فمنهم تلاتة براندز ما بيعاتهم بسم الله ما شاء الله بكسر الدنيا واتنين براند ما بيبعوش طب نعمل ايه وقف الاتنين دول والفلوس اللي انت كنت بالضخاء في الاتنين حولها على التلاتة براندز التانيين اللي هم اليوم market share اعلى في السوق فده اللي احنا كنا بيسميه يعني expanding by shrinking طب نتخل انا عملت الكلام ده ولسه برضو الشركة بتخسر خلاص بقى هنوصل لمرحلة بانك رابفي ان انت خلاص بقى الشركة بتفلس ونبتدي بقى نباحة في المزاد العلني وخلاص على كده ودايما بيبقى الشركة عليها التزامات فلما اجي مسلا ابيحة في المزاد العلني زي بزبط الريان يعني فالريان لما فلست وباعت اول حاجة يعني بنسد حقوق الدائنين لو انا واخد قرد من البنك لو انا عليها سندات لو انا عليها الدائنين طب خلصنا الدائنين نبتacağ نشوف الملاك ففي عندي ناس بنسميهم الدائنون الدائنون دلي هما اللي مسلفين الشركة اللي Elsa واخد منهم قرد مثلا واخد منهم قروض زي مثلا البنك فممكن انكون اواخد قرد من البنك والبنك عمل يعد عليا فوايد وعمل يعد عليا اصل الدين وفايدة الدين او خدمة الدين طيب انا اول ما فلس وببيع الشركة في المزاد العلني مثلا الفلوس الأول اللي هتدخل أسد مين أصحاب الحقوق اللي هم الدائنون خلصت بقى الدائنون الباقي نوزحهم للشركة وانت وحظك بقى تبقى فلوس أو ما تبقاش انت ورزقك زي بزبط الريان لما فلس لو فيكو حد كان حطت فلوس وفرد ممكن تليك فلوس تخد جهاز كمبيوتر خد مش عارف غساءة لخدت اللاجة انت وحظك انت وحظك بقى تاخد فلوس زي أنا لنا حد حبيبنا يعني كان حط مبلغ محترم اللي انت عايز تشيله وشيله بس وقا ما خدش فلوس يعني خد غسلتين على تلكتين على الله يعوض عليه يعني فده معنى كلمة البنك ربثي خلاص شركة فلست نبتدي نسد فلوس الدائنون وبعد كده نسد فلوس الناس التانيين اللي هم اللي انا بقول له حداكم عليهم اللي هم الشركاء بقى انكس لو بقى حتى فلوس يعني مين عنده سؤال قبل ما ندخل في الموضوع اللي بعد أنا يا دكتور أنا أحمد تتفضل يا أحمد تتفضل يا أحمد أنا بس كنت عزز على حاجة عشان متلغبط فيها شوية بالنسبة للجروس والستابيليتي للجروس والستابيليتي أنا دلوقتي حرارك بتقول في الجروس افتح نيو بيزنس افتح نيو برودوكت نيو ماركت الكلام ده كله كنت متخيل الكلام ده هتعمل في الستابيليتي ان هو أفضل يعني أنا جروس كده كده في الأول أنا كده كده نيو برودوكت فكده كده بيبوم مش محتاجة أنا بكلم على الجروس بتاع الشركة مش بتاع المنتج مو ده الفرق يعني مثلا شركة أبل هديك مثال جميل قوي شركة أبل كل سنتين ثلاثة بتنزل منتج جديد طب ليه ما هي شركة أبل اللهم بارك في مرحلة الماتيوريتي ومكسرة الدنيا وزي الفل بزبط ما هي كده في الستابيليتي فيز هي عشي تفضل في الستابيليتي فيز الجروس حدقك دهوقتي بسم الله من شاء الله زي ما تفعلنا القرش بيجيب قرش فأنا ممكن أكون أنا مثلا فتح فرع فأنا عايزة جروس أفتح فرع تاني أنا عايزة جروس أفتح فرع تالت الستابيليتي يعني زي ما قلتلكم قبل كده الاتنين دول مع بعض هو ده اللي يقصد مرحلة الجروس مش الجروس بس الستابيليتي اللي ايه دي يعني عشان كده أنا عشان بتلكم الرسمة دي الكتاب الستابيليتي يقصد الحتة دي اللي ايه دي الدايرة اللي عندي المنظر ده الستابيليتي شايفنا ما يصوتش الماتيوريتي يعني الاستابيليتي مش ماتيوريتي الماتيوريتي والجروس هم دول النظريات اللي شغال عليهم يعني الماتيوريتي هي الجروس والاستابيليتي على بعض يس 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 الاستابيليتي قبل يعني لو انا رجعنا تاني هنا الاستابيليتي يعني انت لا بتكسب ولا بتخسر بس انت مغطي مصاريفك فده الاستابيليتي اللي احنا كنا عاملنا في الرسمة دي طب قلنا الجروس شركة بسم الله ما شاء الله بتكبر أو الشركة ما عنديش مشكلة الاستابيليتي انت يعني لا بتكبر ولا بتصغر يعني انت يعني زي ما تقولكو سيرفايف سيرفايف عايش ولكن انت ما وصلتش محط الجلوس ولا برضو وصلت محط ديكلاي انت وصلت فلس الشركة بتقع فده معنى كلمة ديكلاي شكرا معي ممتاز ماجد اتفضل يا فن عندك سؤال لا يا دكتور انا اسف انا نسيت الهند طيب ما فيش مشكلة حد عندك سؤال يا شباب نكمل طيب نركزوا معي طيب ايه يا بقى الاستراتيجيز في عندي زي ما اتفعنا اكتر من مئة نوع استراتيجي مش نوع واحد ولا اتنين فناخد بس امثلة كده بسيطة نتكلم عنها النهاردة كمثال وزي ما اتقولكو فيه مادة كاملة هتدرسوها اسمها استراتيجيك مانيجبن فتاخدوا امثلة اكتر من كده بكتير يعني بس هنا اعتبرها مقدمة مش اكتر هي الامثلة دي يا دكتور يعني معلش بس الامتحان بسا هو الامثلة دي انا هبقى طالب عارف كل الستراتيجيز اللي في ايه حتة في الانترنت مثلا ولا مطالب بس بالحاجات اللي حضراتك قلتها بس انا امتحان الامتحان اللي انا امتحان اه ماشي خلاص اللي انا امتحان لكم فقط كفاية قوية احنا عنا نتكلم بس حوالي عشر استراتيجيات كفاية قوية تمام اوكي ماشي كده يعني بس انا اسوا طبعا في مادة الاستراتيجيز ما نحن نتوسعه اكتر لكاب كتير يعني مثلا في بوستن كونسولتن جروب عاملة ماتريكس جميلة جدا ليه الكاشكاو والدوكز والكويسشن مارك والستار ماشي كلام حلو قوي مش هنقوله النهاردة بس هدرسوه بالتفصيل في وقته مكنزي مثلا عاملة ماتريكس اخرى وعملة يعني استراتيجز اخرى حلو قوي يعني هتلاقيه حتى الشركات الاستشارية شركات الكونسولتيشن او بوز الان او كده يعني الشركات دي شركات عالمية بتعمل استراتيجيات وبتعمل ماركت ستادي وبتعمل يعني كونسولتيشن على سكيل كبير فالشركات دي مش صغيرة مثلا زي ايرنس انديانج او غيرها يعني فالشركات دي مش صغيرة الشركات دي بتعمل نظريات ليه هي وكمان بيبقى زي بيتا انت كده بيبقى حقوق ملكية فكريه فالنهاردة تلاقيه لو دخلت بس ع النت كتبت بي سي جي اللي هي بوستن كونسولتين جروب هتلاقي النظرية بتاعتها وباسمها ومتسجلة باسمها والعالم كله بقى يتكلم عنها والناس بتاعت تعمل لها برضو نفس القصة الكلام اللي هنقوله النهاردة زي انسوف وبورتر وغيره يعني طيب بركزوا معي يا شباب في احد العلماء الشهير الشهيرين جدا اسمه بورتر بورتر ده طلع نظرية قالك بص عشان تنجح قدامك حاجة من ثلاثة ايه هم بقى يا عم بورتر قالك ياما تشتغل ديفرنشيشة ياما تشتغل كوستليدرشيب ياما تشتغل فوكس هنفهم الكلام ده بالتفصيل جالك واحد تاني قالك عشان تنجح قدامك حاجة من اثنين ياما تشتغل فيرست موفر استراتيجي او ادفانتج ياما تشتغل كوبي كات هنأخف مع بعض يعني كلمة كوبي كات ويعني كلمة فيرست موفر جالك واحد تالت اسمه انسوف قالك عشان تنجح قدامك حاجة من اربعة البرودكت ديفيلومنت والماركت بنتريشن والماركت ديفيلومنت وحاجة رابعة اسمها ديفيرسيفيكيشن جالك عالم اخر تكلم على الانتجريشن وصنفه باكورد وفورورد وهوريزونتل وفيرتكل هنتكلم عن ده النهاردة ان شاء الله تعالى وطبعا في نظرات كتيرة غير كده انا بس اعددتكم مثال مش اكتر يعني نمسك بقى واحدة واحدة من دول نتكلم عنهم انا اسأزينكم بس نطلع بريك متاخر شوى عشان اجري شوية وباك اطلعكم بريك يعني عشان بس نكسب وقت فنمسك اول نظرية العالم اسمه بورتر بورتر في واقع الامر طلع نظريتين نظرية اسمها ثري جيناريك استراتيجز وخد عليها جهازة نوبل تخيل الاستراتيجيك ماناش بيتخد عليها جهازة نوبل ده حاجة جميلة جدا فالناس دي يعني افنت عمره في العلم وبرده كرموهم يعني فجي بورتر قال لك ايه قال لك عشان تنجح قدام حكام اتنين يعمى تشتغل cost leadership يعمى تشتغل differentiation differentiation يعمى تشتغل focus هلوا ايه بقى الكلام ده ورسم مسلس جميل زي اللي احنا رسمينه كده والمسلس ده مقسوم للقاعدة بتاعتي ما بين الcoast leadership والdifferentiation وراس الهرم او راس المسلس في الفوكس وهنفهم معناه ايه طيب نمسك اول حاجة الجزء اللي تحت من وجهة نظر عمنا بورتر قال لك عشان تنجح قدامك حاجة من الاتنين يا تتميز تبقى differentiated متميز يا المنتج بتاعك يبقى نسبيا تكلفته قليلة وسهله رخيص ليه؟ عشان من وجهة نظر بورتر العملة حاجة من الاتنين يا اما differentiated يا اما cost leadership يعني يه الكلام ده انا مثلا عايز اشتري منتج فتلاقي بعض الناس يقولك انا عايز منتج رخيص ليه رخيص؟ معيش فلوسي عام يا مثلا عايز اشتري عربية فتلاقي في بعض الناس انا عايز عربية مميزة يشتري Audi يشتري مارسيديس يشتري BMW عايز عربية مميزة واحد تاني برضو عايز عربية بس هو معوش فلوس عايز يجيب اسبرانزا عايز يجيب عربية 128 عايز يجيب عربية لادة هاي دي جيب عربية الراجل ما اوش فلوس مش معنى كده ان ده ملوش زبون اللي اتنين زباين وبالتالي انا كشركة بقى فتلاقي مثلا شركة زي مرسيد سوبي ام دابلي وكلام ده هتلاقي في الحتة دي اللي انا differentiated يعني شركة مثلا زي اسبرانزا بقى وكلام ده هتلاقي في الحتة دي اللي هي الكوست ريدرشيب مش معنى كده ان دي ما بتكسبش ودي ما بتكسبش الاتنين بيكسبو زي الحلاوة بس الاستراتيجية اللي بيشتغلوا بيها غير بعض وده اللي احنا هنتكلم عنه فانت بيقولك انت عايز تشتغل زي سبرانزا ولا عايز تشتغل زي بيم دابليو طيب افهم الموضوع ده بالارقام نتخيل مثلا طبعا البرائس بيساوي الكوست زي البروفيت وهتاخدوا الكلام ده برضو في الاركاونتنج البروفيت وبالتالي اللي انت لو قللت التكلفة بالتبعية السعر يقل لو انت عليت التكلفة بالتبعية السعر يزيد عشان كده قال لك كوست ليدرشيب يبقى كلمة كوست ليدرشيب حاول تقلل التكاليف قدر المستطاع دون الاخلال بمعايير الجودة الاساسية يعني ما نفعش اوفر في العربية اقول طب مش هحط كاوتش طب ازاي؟ ما نفعش اقول انا مش هوفر في العربية فهنا بيكلم على المنموم وحتى اللفظ ده الناس بتقول الاجايل اللي تعلمناه منهم يعني الكوست ليدرشيب بيكلم على المنموم فيابل برودكت يعني البرودكت نفسه يعني بس هو في الاخر بيشتغل يعني ما نفعش بقولك اقلل في التكاليف ما حطش مثلا كويتش ما حطش مطور بس فيها عندي مثلا الف نعم المواتير فانا ممكن اجيبي المنموم فيابل عندي لمت معين من الجودة بحيث العربية تشتغل معايا ولكن مش نفس المطور بتاع البي ام دابليو ولا نفس المطور بتاع مارسيدس فهمين اقصد ايه؟ فده نسميه المنموم فيابل برودكت طيب فده ليها زبونها اسبرانزا وده ليها زبونها المارسيدس ولكن كل واحد الاستراتيجية بتاعته بتختلف فالاسبرانزا بتلعب على حاجة مهمة او اسمها الايكونوميزوف سكيل الايكونوميزوف سكيل يعني الايكونوميزوف سكيل انت كتير وغرق السوق ويكسب قليل هتبيع كتير فنتخيل مثلا يعني هنديكو حتى يعني هنقلف مع بعض مثال الريفينيو بيساوي البرائس في الكوانتتي فنتخيل مثلا انا عامل العربية بتاعتي فور اكزامبل يعني بمئة الف اهي مئة الف اهي وبيعت واللي يكن الف قطعة الف قطعة فمئة الف في الف يبقى بيعت بكم بمئة مليون وحش زي الفل مئة مليون العكس بقى نتخيل برضو يعني بديكم مثال شركة زي مارسيدس مثلا يعني نتخيل ان العربية بتاعتها ب عشرة مليون ولا كتير عشرة مليون نقول خمسة تلاتة يعني اي رقم يعني بس بحاول اقلف معاكم يعني المهم تلاتة مليون نتخيل يعني طبعا ممكن عربية تكسر كده بس انا بديكم مثال كده وخلاص يعني طيب ونتخيل مثلا اللي انا بعت كام بعت يعني كام خمسين عربية مئة عربية الف عربية ندي رقم يعني هتخيلي انا بقيت كم؟ بقيت مثلا 50 عربية 100 عربية فالراجل ده باع كم؟ بتلتمائة مليون مثلا يعني بديكم مثال بس يعني مش اكتر يعني 300 مليون فحبيبنا ده باع بكم؟ حبيبنا ده باع ب100 مليون وحبيبنا ده باع بتلتمائة مليون اي نوع ان ده ما بعش قد ده مفيش مشكلة ولكن ده برضو كسب وده كسب يعني الاتنين حققوا طارجت الاتنين باعوا لأسلي الناس اللي حيشتيروا مارسيدس عددهم نسبياً أقل من الناس اللي أشتروا إسبرانزا فأنا ممكن ده يحط له تارجت عايزين يبيع ميتة عربية في السنة والتاني ده يحط له تارجت عايزين يبيع ألف عربية في السنة فده بيلعب على الإيكونوميزوف سكيل الإيكونوميزوف سكيل لأنا أبيع كتير عشان أعرف حقيقة تارجت التاني مش عايز يبيع كتير هو كده ولا كده برينس يعني العربية الواحدة كسبان فيها مثلاً بالمئة 500 ألف فهو بس لو بعله ميتة عربية كده جده جاب التارجت بتاعه الزيادة كمان على سبيل المثال يعني أبدي المثال فالخلاصة أن ده كسب وده كسب فده كلام بورتر يبقى أنت لو عايز تكسب قدامك يتمشي يمين يتمشي شمال تمشي يمين معناها إيه؟ معناها أن أنت تهتم تبقى مميز يعني مميز المنتج بتاعك فريد من نوع المنتج بتاعك يعتمد على الجودة إيس على كده بقى شركة أبل إيس على كده روليكس إيس على كده مرسيدس بي ام دابليو حاجة كتيرة من هذا المنطلق طب على التوازي على التوازي في مثلاً شركة زي مثلاً لينوفو شركة مثلاً زي بتلاقي بتبيع نسبياً منتج رخيص نسبياً بس الجودة بتاعته نسبياً أقل عشان في ناس كوالتي سينستيف فالناس دول حيشتروا مرسيدس وبي ام دابليو وفي ناس برائس سينستيف الناس دي هتشتري لينوفو مثلاً أو هتشتروا سبرانزا واضح؟ وبرضو بورتر قالك مش لازم أقصى اليمين أو أقصى الشمال قالك أنا بنتكلم على direction يعني ممكن مثلاً نقول العربية كامري وليكن تبه هنا هي ما بتنافس مرسيدس ولا بتنافس بي ام دابليو ولكن هي في اتجاه الـ differentiation أو ممكن مثلاً أقول العربية مثلاً accent مثلاً أو العربية حسب بقى يعني مثلاً ديكم مثال يعني يعني مثلاً عربية كوريا عربية ماليزية عربية فأنت أصد أنت في اتجاه الـ cost leadership ولا في اتجاه الـ differentiation فعشان كده يجي بورتر يقولك مش لازم تبقى أقصى اليمين ولا أقصى الشمال أنت ممكن تبقى في اتجاه الـ differentiation أو في اتجاه الـ cost leadership واضح شباب؟ فدي أول مثال على الاتنين طب ناخد بقى عمنا التالت focus focus ده يقولك إيه؟ يقولك focus ده بيحطه على رأس الهرم يعني إيه رأس الهرم؟ يعني focus ده شغال مع الاتنين في حاجة اسمها focus زائد differentiation وفي حاجة برضو اسمها focus زائد cost leadership يعني كده عايز يقولك في واقع الأمر انت عندك أربع استراتيجيات مش تلاتة يعني انت عندك استراتيجية اسمها differentiation واستراتيجية اسمها cost leadership واستراتيجية اسمها focus plus differentiation واستراتيجية اسمها focus plus cost leadership يعني انت عندك أربع استراتيجيات مش تلاتة يعني إيه ما focus؟ فوكس دي حدوتة بقى. بيقول لك ان السوق بصفة عامة حاجة من اتنين. يا اما السوق ده ماس ماركت يا اما السوق ده نيش ماركت. يا اما السوق ده نيش ماركت يا اما السوق ده نيش ماركت. ايه بقى نيش ماركت؟ كلمة ماس ماركت معناها إن السوق نسبيا حجمه كبير ما عايش أفتح بس سلايد جديد يعني كلمة ماس ماركت يعني الماركت نسبيا حجمه كبير كلمة نيش ماركت نيش ماركت يعني السوق نسبيا حجمه صغير فلو أنا بقارن ما بين ده وده الأولاني ده نيش ماركت يعني إيه نيش ماركت يعني عندي بلايرز كتيرة وعندي كمان كاستمرز كتيرة فبيقولك أنت لو عايز تبيع كتير وعندك كاستمرز كتيرة اشتغل ماشي مفيش مشكلة ماس ماركت طب إيش ماركت بيعتمد على إيه حجم السوق صغير وبرضه عدد البلايرز قليلين ناخد مثال عندنا على سبيل المثال وانتوا راحين على المحور كده نزيد ميدان لبنان وانت جاي من مدينة الستة اكتوبر وراكب المحور ونازل على مدينة نازل على ميدان لبنان هتلاقي فيه الكبري اللطيف اللي عاملينه ده اللي انت بتاخد يوتيرن عشان ترجع القرية الزكية لو انت حابب يعني وتلاقي على جنب كده إعلان صغير بيقولك مزرعة لتربية الكلاب البوليسية أو كلاب الحراسة مزرعة صغيرة كده حطنا لو انت فكرت بلغة ده الماركتير بلغة التسويق كام بيت مصري عنده كلب نسبين قليل طب كام بيت مصري عنده كلب ونوعه كلب حراسة العدد أقل نسبيا طب كام بيت عنده كلب حراسة وعايز يدربه على العنف أو عايز يدربه يعني ككلب حراسة برضو العدد نسبين قليل وبالتالي فانت بتكلم في نيش ماركت نيش ماركت من عدد الكاستمرز بس على التوازي كام مزرعة في مصر بتقدم الخدمة دي كام مزرعة في مدينة السادس من أكتوبر أو في القاهرة الكبرى أو في الجيزة أو في القاهرة بتقدم الخدمة دي برضو نسبين عددهم قليل يبقى انت ممكن تفتح محل فول وطعمية ماشي بس انت هتلاقي خمس تلاف محل فول وطعمية حواليك فده الناس ماركت أو ممكن تقدم خدمة نسبيا الخدمة دي قليلة مش ناس كتير عندهم الخدمة دي فعدد اليوزرز قليلين وبرضو عدد الكومباتاتورز قليلين فهو ده اللي يقصده فلو انت هتشتغل فوكس يبقى انت بتفكر كده هنا هو طيب الفوكس ده ممكن تبقى فوكس ومميز فهتبقى فوكس ده الديفرينشيشن أو ممكن تبقى فوكس ونسبيا الجودة بتاعتك قليلة ونسبيا الجودة بتاع السعر بتاعك قليل فانت هتشتغل من النوعية دي يعني هديكم مثلا مثلا العربيات الرياضية زي فراري مثلا أو غيرها هي فوكس ودفرينشيشن يعني مش اي حد بيشتري عربيات فراري رياضية تعرفين عربيات السباق الرياضية دي مش اي حد بيشتريها ممكن بقى شو ماخر بقى هو داخل اللي يعمل بقى يعني سباق سيارات بس مش اي حد يعني لو اي حد من اليوزرز العاديين مش هيجيب عربيات زي كده إلا بقى لو حد بيدخل سباقات رياضية بقى وحد يعني دي قصة تانية يعني او مسلا عربية زي لامبورجيني مسلا لامبورجيني هي برضو هي ديفرينشيتد طبعا ولكن هي فوكس ديفرينشيتد عشان مش اي حد يشتريها على سبيل مثال ففوكس ديفرينشيتد معناها هي ديفرينشيتد ولكن هي فوكس على فئة معينة هم اللي يشتروها طيب برضو نفسها ممكن مثال بس على الفوكس واللي هي كوست اعمل لسه هديكم مثال سبقتني يعني مثلا فوكس زي كوست ريدرشيب لو بصنا مثلا على قنوات بين سبورت قنوات بين سبورت اولا هي فوكس ليه فوكس ما بتقدمش مثلا ما بتقدمش مثلا اغاني ما بتقدمش مثلا برامج طبخ ما بتقدمش مثلا اللعب اطفال وحاجات كارتون ما عندهاش كلام ده هي فوكس فوكس على الحاجات الرياضية ريسنت يعني بيعملوا مسلسلات بس هم فوكس على الحاجات الرياضية الناس اللي بتحب بها الدوري الإنجليزي والدوري الألماني ومش اعرف محمد صلاح وليفربول وكلام الجميل ده عندهم مشتراك في بين سبورت وبيدفعوا بس هي نسبيا نسبيا التكلفة بتاعتها مش غالية ممكن يبتدوا يعالوا شوية وقت كاس العالم أو كاس الأمة أفريقية بس هي نسبيا التكلفة بتاعتها مش غالية بس على التوازي هي متخصصة متخصصة في الرياضة طب على التوازي مين هم المنافسين بتوحها ماشي هتقول لي DMC بس DMC مش نفسه قوة بين سبورت هتقول لي مثلا مثلا On Sport بس برضو مش في نفس مش في نفس كافية أبو ظاب الرياضية أبو ظاب الرياضية بس برضو مش في نفس كافية بين سبورت يعني بين سبورت هتلاقي أولا واغد في بعض الحاجات حصري أو محتكرين بالظبط محتكرين في بعض الحاجات وبتالي في بعض البطولات أو بعض الشامبيون هم هم واغدين الموضوع حصري فبردو مع كافة احترانية لأبو ظابي أو الـ On Sport أو الـ DMC أو كلام ده مش في نفس القوة بتاعت بين سبورت على سبيل المثال فهو ده اللي أنا أصدق كلمة فوكس فوكس انت مركز على حاجة وفي نفس الوقت يا إما جيد جدا أو امتياز مثلا نسبية للسعر قليل واضح كده يا شباب حدا عنده سؤال في أول تلاتة يبعى عرفنا الـ Differentiation التفضلي مش من سايمان مالش يا دكتور بس عشان أنا لما جات حتت فوكس في طلعباتي شوية المين كده الـ Factor الـ Difference between الـ Cost Leadership و الـ Differentiation هوا الـ Product Price نفسه لا الـ Price والجودة اللي اتنم مع بعض يعني لما أنا بخط برانزة بـ BMW BMW الجودة بتاعتها أعلى الفيتشارز أفضل الكفاءة أعلى كل حاجة أفضل ولكن السعر برضو أغلى طيب أنا مثلا لو هقارن بـ BN Sport for the same example مثلا مقارنة بالـ Exambles بعتها ما يستيل برضو أغلى من أي اشتراك تاني بس أنا بالزبط إحنا بصلنا لها من زاويتين إحنا بصلنا لها من زاوية فوكس اللي هي مركزة على حتة معينة أريا معينة وبصلنا لها من حتة الـ Cost طيب أنا عندي على سبيل المسال مثلا حاجة قريبا من بين سبورت ولكن مثلا على الأمر الأوروبي والأمر التركي والأمر مثلا فأنتي حتلاقي التكلفة بتاعتها نسبين أقل بس هي مور فوكسينج على القنوات الرياضية يعني على الفئرة حتة السعر السعر لازم يبقى ريالتف ما ينفعش بـ Absolute يعني لو تلك مثلا الموبايل ده بألف جنيه فمن وجهة نظر حاجة توجده رخيص بس واحد تاني ممكن بالنسبة له غالي فالسعر بالذات لازم يبقى ريالتف يعني يعني طب غالي أو رخيص بناء على إيه بناء على كذا حاجة أنا بالنسبة لي قدرة الشرائطية قدر أشتري المنتج غيري ما قدرش يشتريه أو أنا بالنسبة لي الإمكانيات اللي فيه مقارنة بالسعر المناسبة غيري لا حسن إمكانياته مش هيدة اللي أنا محتاجها وهكذا فعشان حتة غالي ورخيص هي في الآخر بتبقى ريالتف تانية بقى هي mass volume بالزبط بالزبط يعني أنا لو أنت ببيع لو أنت ببيع لو أنت ببيع في mass market زي لو يعني مثلا قبل ببيع هنا أنا بكلم على مبيعات الموبايل فمبيعات الموبايل كده هو ناس كتير بيشتروا موبايلات ولكن هي جوه mass market هي differentiated فهمني أو مثلا لنوف نوفو برضو ببيع هنا في mass market ولكن مقارنة ب أبل لا طبعا هي cost leadership فهمني فلو أنت السوق اللي أنت داخل تبيع فيه حجمه كبير يبدأ يسمو mass market طب أنت هتدخل بقى استراتيجية في السوق ده هتدخل استراتيجية cost leadership ولا استراتيجية هو ده السؤال طب العكس السوق اللي أنت هتبيع فيه من النوعية دي اللي هو niche market طب هو من نوعية niche market حلو قوي طب أنت هتدخل بقى استراتيجية لن niche market ده focus زائد cost leadership ولا focus زائد differentiation في أهماني باش من دسع واضحة اي وشتي جدا وضلك مين عنده سؤال تاني يا شباب طيب أنا ممكن هتطلعكم بريك عشان حصل نصف أصلت يعني حدا عنده سؤال باش منسى ولا اتفضلي اتفضلي باش منسى ولا لا خلاص يا دكتور أنا كنت بتابع مع إيمان بس بس ايمنسى علي طيب باش من دسع رحاب عندك سؤال هنلاقي يا دكتور لا مفيش طيب ممتاز حدا عن سؤال بلنا نطلع بريك نحن نسى الموضوع ما خلصش لسا في حواديث كتير نقولها يعني بس هنطلع بريك وبا كان نكمل طيب جود لك يا شباب نطلع عشر دا كده بريك ونكمل إن شاء الله تعالى الموضوع بتاعنا السلام عليكم ورحمة الله أيها وبركاته